أعلن مطار رفيق الحريري الدولي على موقعه الإلكتروني إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية من بيروت وإليها اليوم وأظهر الموقع أنه تم إلغاء رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية وشركات أخرى من الإمارات التصعيد سيخفض التصعيد هكذا تعتقد إسرائيل أنها ستسيطر على الأوضاع في الشمال ولكن نظر الحرب تخيم على سماء المنطقة قرر التصعيد الخارج من مكاتب حكومة الاحتلال كلف المدنيين اللبنانيين نحو 500 ضحية ومئات الجرحة فضلا عن نزوح مئات الآلاف من العائلات القصف الجوي الإسرائيلي كان الأعنف على لبنان منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو عام على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة ومع تكثيف الاحتلال لضرباته على الجنوب اللبناني ومناطق متفرقة من البقاع الغربي لوحت إسرائيل بتنفيذ عمليات برية في لبنان وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هجاري إنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى شمالي إسرائيل في إشارة إلى ما وصفه رئيس حكوماته بتغيير التوازن الأمني في الشمال في المقابل أعلن حزب الله استهداف منشآت عسكرية شمالي الأراضي المحتلة صباح اليوم مضيفا أن مقاتله قصف مطار مجيد العسكري الإسرائيلي غرب العفولة كما قصفه قاعدة ومطار رمات ديفيد وتصاعدت حدة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني منذ الأسبوع الماضي عقب سلسلة تفجيرات طالت الآلاف من أجهزة اتصال تستخدمها عناصره في عملية نصبت إلى إسرائيل وتسببت بمقتل نحو تسعة وثلاثين شخصا وإصابت ألفين وتسعمائة وواحد وثلاثين آخرين تصعيد كثيرا ما حذرت منه مصر ينظر بمزيد من التوترات والخراب في منطقة تأن بالصراعات